في 2021 الختام كان مسكن الأخضر الجزائري توج بكأس العرب بقطر بعد أن أتى أشبل بوغر على الأخضر واليابس فوق المستطيل الأخضر وما زاد لذة التتويج هو حجم المنافسة التي نظمت لأول مرة تحت مظلة الفيفا بتواجد 16 منتخبا منها من شارك بلاعبي ومدرب المنتخب الأول وفي النهائي فازت الجزائر بخليط من محترفية دوريات العربية على المنتخب التونسي الأول مكتمل الصفوف تحت قيادة مدربهم الكبير منذر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تمكن خلال السنة المنقضية من التأهل إلى الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022 بعد تصدره مجموعته كما حافظت كتيبة جمال بالماضي على سجلها الخالي من الهزيمة للسنة الثالثة واليا وبعد فترة من الانقطاع أعاد الجمهور الجزائري اكتشاف المدرجات وأجوائها عقب السماح بحضوره لمتابعة المباريات عن قرب شرط أخذ جرعتيا اللقاح واحترام تدابير الوقاية من فيروس كوفيد-19 وعلى مستوى التسير والتنظيم انتخب شرف الدين عمارة في ليلة رمضانية على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ليخلف خير الدين زوتشي ومعه تغير نظام المنافسة لتصبح الرابطات المحترفة الأولى بداية من الموسم المقبل بـ 16 فريقا بدلا من 20 أما الرابطات الوطنية لكرة القدم فكانت على موعد مع انتخاب رئيس لها فجددت الثقة في عبد الكريم دوار عقب انسحاب منافسه عز الدين أعراب على صعيد التمثيل الدولي وفي أولمبياد طوكيو 2021 غاب العداء تفيق مخلوفي فغابت الميضاليات ولم يرفرف علم الجزائر في سماء اليابان فما كان من رياضي ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن يكونوا استثنائيين كالعادة ويحفظوا ماء الوجه على الأراضي اليابانية بحصدهم 12 ميضالية أربع منها تلونت بالذهب عروس المتوسط وهران لم تكن هذه السنة على موعد مع المنافسة الرياضية لكنها نافست الوقت والدعاية لإثبات الذات وتفنيد الأخبار الكاذبة التي زعمت أن عاصمة الغرب متأخرة في التحضيرات فأعلنت جاهزيتها واستعدادها التام لاحتضان رياضية المتوسط في الألعاب المقررة في الخامس والعشرين جوان 2022 سنة 2021 أغلقت بنشوة التتويج العربي واختتمت أيضا بتجمع لعبية الخضر في تربص بقطر للتحضير لحملة الدفاع عن التاج الإفريقي بالكاميرون وربما تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول سلسلة مباريات بلا هزيمة حتى تكون السنة المقبلة سنة الأفراح كرويا